فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية سلام عليكم قال فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة مثل أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهم فلا يكن حظه استشعار فضل نفسه والنظر إلى ذلك فإنه مخطئ في هذا لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص كما قدمنا نعم من يذكر فضل العرب حموما أو فضل قريش أو فضل بني هاشم خصوصا فإذا كان قصده من هذا البيان كما جاء في كتاب الله سنة رسوله من أهلية العرب للفضل فهذا لا بأس به أما إذا كان غرضه من ذلك أن يمدح نفسه فهذا مذموم هذا هو المذموم لأن هذا معناه الافتخار لأن هذا معناه الافتخار على الناس والبغي على الناس بغير حق والمدار على قصد الإنسان إن كان قصده بيان الحق والتمييز بين الجنسين كما ميز الله بينهما وهو من التحدث بنعمة الله فهذا لا بأس به فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر من باب التحدث بنعمة الله ونفي الاتفاق به من باب التحدث بنعمة الله وبيان الحق في ذلك لا من باب أنه يفتخر ويستطيل على الناس أما إذا كان قصده من مدح العرب أو مدح قريش أو بني هاشم إن كان منهم قصده من ذلك أن يمدح نفسه هذا هو المذموم لأن هذا معناه الافتخار ترجمة نانسي قنقر